موسيقى مجزو التاسعة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية دعو وزير الخارجية الجزائرية رمضان العمامرة الاثنين أمام الاجتماع الوزري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي إلى ضرورة بلورة واعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لآفة الإرهاب وذكر العمامرة بمساهمات الجزائر الحديدة والرمية لتعزيز التنسيق والتعاون ودعم قدرة الدول المتضررة خاصة في منطقة الساحل والصحراء وأكد التزامها على المستوى القريب بصفتها منسق الجهود الجمعية للدول الإفريقية حول مكافحة الإرهاب وتطرفي استشد الشاب صدام حسين بني عودة فجر اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة طوباص شمال الضفة الغربية وقالت مصادر أعلام فلسطينيين وحدات خاصة معززة بقوات من جيش الاحتلال اقتحمت طوباص وتمكنت من اعتقال الشاب أيسر مسلماني قبل أن تندلع اشتباكات مسلحة ومواجهات غنيفة مع شبان ما أدى لعصابة بني عودة قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال فجر اليوم عقب عملية دهم وتفتيش في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية في موضوع آخر أثار سحب الحكومة المغربية مشروع القانون الجنائي من البرلمان جدلا في البلاد بين من ذهب لأن أسباب سحب القانون ترتبط بالنصوص الخاصة بالإطراء غير المشروع ومن رأى في سحبه تريوثا من أجل إدخال تعديلات من بينها ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي وبعض النصوص المتعلقة بالحريات الفردية وشكلت مسألة الاعتقال الاحتياطي موضوع نقاشات خبراء في مجال العدالة وأحد المطالب الحقوقية إلى تونس الآن حيث انطلقت أمثل اثنين أولى جلسات الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام نوردين طبوبي وشددت بودا على أن الحوار مع المنظمة الشغيلة لا يجب أن يتسم بالصدق والصراحة للتأسيس لعمل تشركي بين الطرفين والاتجاه بخطى ثابتة نحو الإصلاحات الجوهرية وتحقيق مطالب التونسيين في لبنان أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أنه منفتح على أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج مؤكدا أنه لا يريد أن تكون استقالته طلقة في الهواء لا تؤدي لأي نتيجة وقال قرداحي في حديثه لقناة أم تيفيال لبنانية أنا أشعر مع الناس وأتفهم هواجسهم وأنا لست حجر عثرة وليست متمسكا بالوزارة عنادا وعن موضوع استقالته بعد اندلاع عزمة دبلوماسية بين لبنان ودول خليجية على خلفية تصريحات أطلقها أشار قرداحي إلا أنه منفتح على أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان أمسن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق نووي جيد مشيرا لأن هذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزاماتها بصورة كاملة وفي حديث مع نظره الإيطالي لوي جيد مايو وعشار عبداللهيان إلى أن المحادثات المقبلة في فيينا التي ستنطلق يوم التاسع والعشرين نوفمبر الحالي وأكدا أن جماعة الأطراف توصلت إلى فهم مشترك بأن أمريكا تتحمل اللوم والمسؤولية عن الوضع الحالي في موضوع آخر أكد رئيس الأمريكي جو بايدن ونظره الصيني شي جينج بينج في القيمة الافتراضية على مسؤوليتهما تجاه العالم لتجنب نشوب صراح وخفض التوتر وتحسين التواصل بين الطرفين وشكلت تايوان ملفا خلافيا أساسيا على طاولة المفاوضات إذ حذر بايدن نظره الصيني من أن أي محاولة أحادية للتغيير وضع تايوان وأتى الرد بأن إجراءة حاسمة ستتخذها بكين إذا تجوزت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان خطا أحمر كما عرب بايدن عن مخاوفه حيال حقوق الإنسان في الصين قال العاهل الأردنية الملك عبدالله الثاني أمس إنه لا يسمح لأحد أن يتدخل في قراره الوطني أو يساومه عليها وذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة العادية الأولى للبرلمان الأردنية التاسع عشر وشدد على أن الوصاية الهاشمية آمانة يتشرف بحملها لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس دعيا للإسراء في مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحساب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة للبرلمان إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى انهاية الموجزة الموجزة نشكركم على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر